والبداية الليلة بالعلاقات الإيرانية الروسية فرغم أن التصريحات الرسمية تؤكد أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمر بوتين إلى إيران ركزت على ملف الطاقة وأسعار النفط إلا أن ثقل الملفات السياسية المشتركة بما في ذلك الحرب في سوريا والمقاربة الأمريكية الجديدة تجاه طهران نالت دون شك نصيبا كبيرا من المباحثات الروسية الإيرانية لكن التنسيق الدائم بين العاصمتين لا يعني وجود حلف استراتيجي بينهما فكثير من المراقبين يرون أن العلاقة بين موسكو وطهران ظرفية ومحكومة بمصالح آنية لا أكثر بهدف تعزيز العلاقات بين روسيا وإيران جاء العنوان العريض لزيارة الرئيس الروسي فلاديمر بوتين إلى طهران زيارة تزامنت مع تصريحات للخارجية الروسية توجه فيها اللوم لواشنطن وتتهمها باتخاذ قرارات غير قانونية فيما يخص الحرس الثوري الإيراني بالإضافة إلى رفض سياسة ترامب بالتعاطي مع الاتفاق النووي بالمهمة جدا وصف مسؤول إيراني الزيارة وأهميتها بحسب المسؤول تأتي من عزم طهران وموسكو على رسم صورة مستقبل الشرق الأوسط والتي يمثل حضور الطرفين في الأزمة السورية حجر الأساس في المشهد المنشود لكليهما الرئيس الروسي وفي زيارته أشهد بالعمل المشترك وثمن التعاون مع إيران في سوريا أود الإشارة إلى أن التعامل مع إيران بشأن سوريا مثمر استطعنا من خلال اللقاء التوصل إلى تفاهم بشأن مواقفنا المتعلقة بالملف السوري إلا أن من يعود قليلا إلى ذاكرة الأحداث على الأرض السورية يجد العديد من الأوراق الخلافية بينهما تتجلى بمواقف إيران من عرقلة الاتفاق الروسي التركي في ترحيل المسلحين وعائلاتهم من المناطق التي تمت استعادة السيطرة عليها في حلب إضافة إلى ذلك التخوفات الروسية من التواجد العسكري للميليشيات الإيرانية على الأرض السورية غير أن الأولويات والمصالح هي مفتاح حل اللغز بتقارب وتنافر الدول والمصلحة الحالية تقتضي تقاربا بين إيران وروسيا يصب في خانة تنافر مع الولايات المتحدة إذن بقلم السياسيين تكتب التحالفات وبسطر آخر وبالقلم ذاته يخط سطر جديد بفصل مختلف يمحي صياغا وضعت لغايات في نفس صانعي القرار المزيد عن خلفيات زيارة بوتين والملف السوري الذي يظل عصب العلاقة الحالية بين موسكو وطهران نتابعه الآن مع سامي في هذه القراءة المفصلة ثالث زيارة لبوتين لطهران حتى الآن يبدو أن هذه الزيارة مغلفة بالطاقة الاقتصاد لكن الجوهر الأساسي لهذا اللقاء بين روحاني اليوم وبوتين هو الأزمة السورية ويبدو أن هناك كثير من التفاصيل لماذا بوتين في طهران؟ رغم أن الاجتماع مغلف كما قلنا بتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الموضوع الأساسي هو الأزمة السورية بحسب البعض فإن موسكو تسعى بدعم أمريكي إلى حل العقدة الإيرانية في رسم مستقبل سوريا وتضييق هامش النفوذ التي تتمتع به طهران في هذا البلد بحسب المصادر الروسية فإن موسكو تلقى تشارات أمريكية مباشرة تطلب منها أن تنخرط في الجهود الأمريكية المعلنة في مواجهة إيران لسيما في مسألة النفوذ الذي تمارسه طهران وميليشياتها التابعة في الداخل السوري والذي من شأنه أن يعطل أي تسويات دولية محتملة ترى هذه المراجع أن خيارات واشنطن الجديدة لمواجهة إيران تقوّل المفارقة من موقف بوتين في طهران وتجعله أقوى على إقناع الطرف الإيراني باعتماد الخيارات الروسية في سوريا بصفتها خيارات محصنة للموقف الإيراني في العالم ويرى مصدر دبلوماسي روسي أن اتجاه موسكو لعقد مؤتمر شعوب سوريا والحوار السوري السوري خلال شهر نوفمبر الجاري يأخذ بالاعتبار الحساسية الإيرانية لجهة توفير سبيل قد يكون بديلا عن ذلك في جناب وبالتالي يؤمن لطهران موطئ قدم في أي تسوية تخرج عن هذا المؤتمر في ظل غيابها عن أي فعل لافت في جناب ويقول خبراء في الشؤون الاستراتيجية أن روسيا باتت محدودة الخيارات في مسألة الانتقال للحل النهائي في سوريا وأنها تحتاج من أجل ذلك إلى مؤازرة أوروبا والولايات المتحدة ويرتهن ملف إعادة إعمار سوريا بالتدفق المالي الغربي الذي لا يظهر إلا بناء على خارطة طريق سوريا تحظى بإجماع السوريين كما دول العالم الأقليم المعنية بالشان السوري ويرى معلقون في موسكو أن بوتين سيحاول في طهران إيجاد طريق ثالث يضمن لإيران حدا مقبولا من المصالح بما لا يتعارض مع المزاج الدولي الراهن يبدو أن طريق أشواكي يسير عليه بوتين من جهة يحاول استرضاء طهران ومن جهة أخرى يحاول تنفيذ بعض المطالب الغربية وخصوصا مما يتعلق بالاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران وهو الحد من النفوذ الإيراني والحد من ميليشيات إيران في سوريا على وجه التحديد بالمقابل إيران ترى أن في تقاربها مع روسيا يعني مسعى لعزل أمريكا بشكل أوبير هذه كانت تصريحات مرشد الثورة اليوم سأسأل ضيفنا عن هذا الموضوع معنا من القاهرة مدير مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية الدكتور مصطفى اللباد دكتور لباد بس الخير مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار نتحدث عن هذه الزيارة الثالثة للرئيس الروسي لإيران دعني أبدأ معك بتصريح لافت قبل قليل نقل والتلفزيون الإيراني عن مرشد الثورة خامنئي يقول فيه حل الأزمة السورية بشكل كامل يحتاج تعاونا وثيقا بين إيران وروسيا تعاوننا قادر على عزل أمريكا ما الذي برأيك يشير إليه مثل هذا التصريح وهل بالفعل إيران تنظر إلى هذا التحالف بين موسكو وطهران على أنه مسعى بشكل أو بآخر لعزل الولايات المتحدة أولا مساء الخير أستاذ مهند أستاذ سامي والسيدات والسادة المشاهدين أبدأ بالجزء الأخير من سؤالك أستاذ مهند وهو عن طبيعة التحالف وما تعتقد إيران في العمق أنا أعتقد أن إيران لديها شكوك كبيرة في روسيا شكوك تاريخية ليست وليدة اللحظة ولكن وليدة تجارب تاريخية إذا أتينا على ذكر محطاتها فلن تكفي هذه الحلقة لسرد هذه الشكوك لكن آخرها كان إقامة جمهورية شيوعية في إيران بدعم الاتحاد السوفيتي وهو ما ترك شروخا في بنيان الثقة الإيرانية في روسيا لذلك الثقة الإيرانية في روسيا متدنية لإعتبارات السياسة هناك ملفات مشتركة بين البلدين سواء في سوريا أو ملف النفط أو حتى ملف أذربيجان الذي كان الرئيسه حاضرا شكليا لهذه القمة الثلاثية أو النفوذ في الشرق الأوسط والملف النووي الإيراني بالطبع أعتقد أن ما سرع هذه الزيارة هو ضغط الإدارة الأمريكية على إيران وتهديدها بفرض عقوبات وضغط على روسيا أيضا بفرض عقوبات وبالتالي لقاء اليوم كان مصلحة للطرفين لإظهار أن إيران ليست معزولة هي تتباحث مع دولة كبرى مثل روسيا تستضيف أذربيجان ولها نفوذ في القوقاز كما نفوذ في الشرق الأوسط تريد أن تبلغ هذه الرسالة للعالم وللولايات المتحدة الأمريكية من ناحية ومن ناحية أخرى كلنا يعلم أن التدخل الروسي في سوريا جاء بعد أن اختلت موازين القوى وكادت المعارضة السورية أن تجهز على النظام فدخلت روسيا في مثل هذا التوقيت تقريبا في خريف 2015 ومن وقتها تبدلت موازين القوى بمعنى آخر أن إيران لا تستطيع أن تحجب عن روسيا ورقة أن روسيا هي من حفظ الأوضاع في سوريا وبالتالي روسيا هي المتحدث رقم واحد في الملف السوري ولكن طبعا إيران لها نفوذ في سوريا في النظام وقوات حليفة على الأرض وبالتالي لا يمكن استبعادها من التسوية لذلك نحن أمام وكأنه الفلسوف الألماني هيجل قد عاد إلى الحياة وهو الذي ألف قانون الديالكتيك الوحدة والصراع وهو ينطبق على إيران وروسيا بمعنى أن إيران وروسيا لهم مصالح مشتركة كثيرة ولكن هناك سقف لهذه المصالح بمعنى أن مصلحة روسيا ألا تتعرض إيران لضربة عسكرية ولكن في الوقت نفسه ألا تتحرر إيران تماما وتبني علاقات جيدة مع روسيا بين هذين الحدين تتحرك روسيا في الوقت دكتور مصطفى حقيقة كما ذكرت قبل قليل أن الغرب يريد من موسكو أن تحيد الميليشيات الإيرانية في سوريا برأيك هذه العقدة هل ينجح فيها بوتين هل يستطيع أن يجد حل لهذا الإشكال المستشري والصعب جدا في سوريا برأيك طبعا الموضوع صعب يا أستاذ سامي لأن روسيا لا علاقات متميزة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وكان هناك زيارة لوزير الدفاع شويجو قبل أيام لاعتبارات وجودها في سوريا ولا علاقات متميزة مع إيران لاعتبارات وجودها في سوريا ولاعتبارات أخرى أيضا وبالتالي اختيار طريق يحظى بموافقة كل الأطراف الغربية والشرق الأوسطية والإقليمية والأمريكية هو أمر صعب أيضا الولايات المتحدة الأمريكية لها مصلحة في عرقلة مساعي موسكو أنا أتفق مع تقريركم في جوانب كثيرة ولكني قد أختلف أن موسكو حصلت على ضوء أخضر أمريكي لحل الملف السوري لا يبدو ذلك لي واضحا كثيرا لأنه للولايات المتحدة الأمريكية مصلحة في عرقلة مساعي روسيا وتصعيب الموقف طبعا روسيا تريد إنهاء التدخل العسكري سياسيا وتخرج من الرابحين لذلك زيارة إيران اليوم كان بالطبع الملف السوري وهنا أتفق مع التقرير أنه الملف السوري كان حاضرا بخلاف باقي الملفات التي أعلن عنها لكن هذا الملف السوري ليس رهنا بروسيا وإيران فقط لكن هناك أيضا أطراف أخرى متناحرة مثل تركيا مثل الأكراد مثل نفوذ قوى إقليمية أخرى وهذا الأمر بما أنه اللاعبين كثر فالوصول إلى حل توافقية يكون أكثر صعوبة في إيجاد مخرج بين طرفين فقط نحن لدينا عدة أطراف على المسرح السوري فيما يتعلق بالاستراتيجية الأمريكية دكتور لباد التي أعلنها الرئيس ترامب مؤخرا بالنسبة لإيران ما الذي تحاول طهران أن تفعله لكسب الجانب الروسي في هذا المجال كما نعلم أولا في المجال النووي روسيا ساعدت إيران في بناء محطات نووية والبرنامج النووي الإيراني وأيضا الآن في مواجهة هذه الاستراتيجية ما الذي تريده طهران من موسكو تحديدا طهران تريد من موسكو تقديم الغطاء لإيران في المجتمع الدولي إيران ستنفتح فيه الفترة المقبلة على الدول الأوروبي لفتح قنوات حوار تنفتح الآن على روسيا على أعلى مستوى ستنفتح على قوى الأسيوية الثلاث الصين والهند واليابان من أجل إظهار أن إيران ليست معزولة في المجتمع الدولي بل إدارة ترامب هذا ما تريده لذلك زيارة بوتين اليوم كان يمكن البحث في تفاصيلها على مستوى وزراء خارجية لكن الزيارة هي رأس مال سياسي لإيران لإظهار أنها ليست في عزلة صحيح أن روسيا ساعدت إيران في الملف النووي ولكن بتردد كبير أستاذ مهند على المدار التسعينات والألفينات كانت روسيا تقوم بخطوة إلى الأمام وخطوطان إلى الخلف حتى الصواريخ إستلتمية شطبت روسيا اتفاقها مع إيران بهذا الخصوص عدة مرات مراعاة لواشنطن بمعنى أن روسيا تستخدم الورقة الإيرانية كورقة أساسية في إدارة علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وذات الشيء ينطبق على إيران تستخدم علاقاتها مع روسيا كورقة في ملف علاقاتها مع الإدارة الأمريكية والدليل أنه هناك تخوف بين البلدين الدليل عليه أنه روسيا لم تورد صواريخ بعيدة المدى إلى إيران لأنها قد تطال الأراضي الروسية روسيا لم تورد تكنولوجيا متقدمة عامة هو متاح في الأسواق لإيران روسيا حافظت على مستوى بحيث أن إيران تظل معتمدة عليها في ظل الحصار الغربي ولا تذهب إلى الغرب لكنها لا تعطيها نقلات نوعية تكنولوجية ربما لا تملكها روسيا حتى بالتالي نحن أمام مصلحة وقتية ستستمر هذه المصلحة طالما ضغطت إرادة إدارة ترامب على الطرفين لكن بمجرد انفتاح إيران على الولايات المتحدة الأمريكية سيصبح الحديث عن تحالف استراتيجي بين إيران وموسكو ضربا من الخيال في الواقع دكتور مصطفى كلفت قبل يوم من زيارة بوتين إلى طهران هو الدعوة لمؤتمر حوار مؤتمر الشعوب في سوريا في سوتي سيعقد الثامن عشر من نوفمبر هو يتي قبل أيام من مؤتمر جونيف إلى أي مدى هذا المؤتمر هو في حد ذات استرضاء للجانب الإيراني على أساس أن إيران غير مشاركة في مؤتمر جونيف وبالتالي يضمن لإيران بشكل أو بآخر سياغة دستور سوريا لأنه أحد محاور هذا المؤتمر وبالتالي الحصول على منافع معينة وبعض الإيجابية تقطفها موسكو من إيران برأيك طبعا الفارق بين جينيف وأستنى هو أن جينيف ارتأى مرحلة انتقالية يتم فيها نقل السلطة من السلطة الحالية إلى سلطة أخرى تشاركية ومنتخبة هذا الأمر لا يوجد في أستنى وبالتالي إيران يناسبها أستنى أكثر من جينيف وموازين القوى على الأرض في الواقع جعلت جينيف أمرا من الماضي لذلك أستنى هناك طلاط مصالح تركية إيرانية روسية وكردية حتى ومشروع الدستور الروسي طبعا لا يتوقع أن تعلن روسيا جمهورية إسلامية في سوريا ولكن ستحاول روسيا فكفكة المركزية التي عرفتها الدولة السورية حتى قيام الحرب الأهلية في عام 2011 تحاول روسيا فكفكتها وبالطبع إيران سيكون لها دور لكن نقطة الخلاف الرئيسية بين إيران وروسيا في الملف السوري ليست في أستنى وجينيف ولكن في حدود سوريا الجنوبية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي لأن إيران تريد وجود قوات لها وقوات حليفة وكلنا يتذكر مقاله الأدميرال علي شمخاني بالأمس من أن إيران وحلفائها متوجدون على كامل الأراضي السورية بما فيها جنوب سوريا وهو هنا يغمز من قناة إسرائيل بمعنى أن إيران لها حدود مشتركة مع إسرائيل عبر سوريا هذا هو الملف الأسخن الذي لا يريد بوتين لإيران أن تصاعد فيه لأنه أعطى ضمانات لإسرائيل من ناحية ويريد أن يعطي ضمانات لإيران من ناحية أخرى بمعنى تقاسم نفوذ أمر واقع بين أطراف مختلفة هذا ما يحاول بوتين الآن القيام به عبر زيارة طهران وفي كل حال الزيارة لا تخسر بوتين بل بالعكس تكسبه المزيد من الهيبة له حلفاء وله أصدقاء في الشرق الأوسط هذا الأمر لم يكن موجودا قبل عدة سنوات فقط وإيران تريد أن تقول خرجنا من العزلة الدولية وكانت ذلك في إطار لقاء ثلاثي مع رئيس أزربجان إلهام علييف الذي له أغراض أخرى كل غنى على ليلاه الليلة ويبقى الأهم هو من يستطيع الوصول إلى أكثر حد من مطالبه لا يستطيع أي طرف الحصول على كل المطالب حتى الآن هناك قواسم مشتركة سيستمر ذلك الأمر قائما لكن بعيدا عن فكرة تحالف استراتيجي وبعيدا عن خطوط حمر يتبنى كل من الطرفين الحقيقة أن المصالح الروسية والمصالح السورية متباعدة بعض الشيء في سوريا وفي الشرق الأوسط شكرا جزيلا لك دكتور مصطفى اللباد مدير مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية كان معنا من القاهرة طبعا الملفات السياسية كانت مهمة ولكن يجب أن لا نغفل أيضا الملفات الاقتصادية هناك مصالح اقتصادية كثيرة بين طهران وموسكو وأيضا طهران تسعى في هذه المرحلة إلى الاستفادة من جهود موسكو لفتح أسواق جديدة وخاصة في ظل العقوبات المفروضة عليها أكيد هذا أيضا ربما يكون أحد المخارج بالنسبة لإيران وهي تتلقى الضغوطات من الغرب وبالتالي فهي تستفيد من هذا الحليف الروسي شكرا جزيلا لك ساني اشتركوا في القناة شكرا جزيلا لك